المشهد الإسرائيلي يغلي على وقع الانتخابات المقبلة غليان يدفع برئيس الحكومة بن يمين نتنياهو إلى مزيد من التجاوزات والانتهاكات بحق الفلسطينيين الحكومة الإسرائيلية تعقد جلستها الأسبوعية في منطقة غور الأردن وتعلن ضم مستوطنة جديدة من جهة أخرى رفض البيان الختامي للاجتماع الطارئ الذي أعقده وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي رفض بشكل مطلق إعلان فرض السيادة الإسرائيلية على جميع مناطق غور الأردن وشمال البحر الميت معنا الآن من رامالله مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للعلاقات متعددة الأطراف السفير عمار حجازي سعد السفير مساء الخير مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار كيف تقرؤون في الجانب الفلسطيني هذه المواقف وهذه التصريحات هل بالفعل هي تندرج فقط في سياق الحملة الانتخابية أم أن لها أبعادا ربما أكبر من ذلك طبعا أعتقد أن لها أبعادا أكثر من ذلك وهو يأتي في السياق العام لكل السلوك الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة وما تمارسه من ممارسات استعمارية قمعية وتأدي أيضا في إطار دعم مطلق من إدارة أمريكية تساهم في تمرير ودفع هذا المشروع إلى الأمام والتغطية عليه وأعتقد أن إسرائيل تستغل فرصة وجود هذه الإدارة وتغطيتها المطلقة وبشكل عام استحقارها للقانون الدولي والعمل الدولي وتعمل على ترسيخ نظامها الاستعماري وتوسعته وضمان أكبر عدد من المكتسبات في هذا الوقت ولكن كما هو واضح سعد السفير نتنياهو حرك هذا الموضوع بشكل مكثف في الآوينة الأخيرة في الفترة التي تسبق هذه الانتخابات نتنياهو الآن موجود في الحكم منذ أكثر من عشر سنوات ولم يقدم على مثل هذه الخطوة ما الذي يجعلك تعتقد بأنه سيقدم عليها في الفترة القادمة؟ السلوك الإسرائيلي العام على الأرض هناك بغض النظر عن الخطوة التي أعلن عنها وهي خطوة خطيرة والتي كان بصددها الاجتماع الوزاري الإسلامي ما يحصل على الأرض بشكل عام بشكل يومي وبشكل ممنهج هو ترسيخ للنظام الاستعماري قرار وتوسعة المستوطنات مزيدا من الاستلاء على الأراضي مزيدا من القمع للشعب الفلسطيني والبطش به مزيدا للتنكر لأي أسس للتسوية السياسية وكذلك مزيدا من دعم برنامج المستوطنين وتبني أيديولوجية إقصائية عنصرية ضد الشعب الفلسطيني كل هذه التصرفات لا تعطي أي بشائر خير سوى أن النظام الاستعماري الإسرائيلي هو في مصار التثبيت والتأكيد والآن إسرائيل تتحدى العالم كما سبق وأسلفت بسبب وجود هذه التغطية الأمريكية غير المسبوقة على هذه التصرفات سابقا كانت هذه التصرفات مدانة وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة كان ينظر له من قبل الإدارة الأمريكية على أنه احتلال اليوم الإدارة الأمريكية قبلت بالقدس عاصمة بإسرائيل لغت حق اللاجئين في العودة وتحارب نروة وعملها وتقوم بعدة خطوات لنسف كل الأسس التي قامت عليها والمرجعيات الدولية التي تقوم عليها أسس حل القضية الفلسطينية والتعاطي معها لافتة مسألة مواقف الإدارة الأمريكية سعد السفير كان هناك خطاب مفتوح لبنيمين نتنياهو نشرته صحيفة يدعوت أحرنوت يقول فيه أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخطط للكشف عن خطة سلام الشرق الأوسط التي طال انتظارها وأن الظروف نضجت لتمديد السيادة على كل المستوطنات والمناطق ذات الأهمية الاستراتيجية والوطنية في الضفة الغربية هذا ما يقول نتنياهو إذن أنت برأيك أنه يستند بشكل كامل إلى ما سيتم الإعلان عنه من قبل الإدارة الأمريكية ضمن ما سمي بصفقة القارن نعم صحيح والغطاء التي توفره وحتى إعلانه في موضوع الضم جاء في سياق التنصيق الكامل مع الإدارة الأمريكية وهو لم يخفي ذلك حقيقة الأمر أن الغطاء الذي توفره والتحدي الذي تبديه الإدارة الأمريكية حتى بما في ذلك تقويد كل أسس العمل الدولي وتقويد مؤسسات دولية أساسية مثل اليونسكو ومجلس حقوق الإنسان وتهديد منظمات دولية كالأمم المتحدة والأمانة العامة للأمم المتحدة في حال أبرزت هذه التصرفات العنصرية والاستعمارية كذلك توجيه التهديدات لقضاة المحكمة الدولية الجنائية الدولية عفوا وكذلك الاستخفاف المحكمة العدل الدولية كل هذه التصرفات التي قامت بها الإدارة الأمريكية على مر السنوات الماضية كان لها أثر بالغ في زيادة جرؤة إسرائيل وتعنتها واستخفافها واستحقارها للقانون الدولي والأسس القانونية التي تقوم على أساس حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره كذلك هناك تواطئ كامل في الدعم وانشغال المنطقة بحروب ومشاكل أيضا ساهم في تجرية نتنياهو ولكن اليوم الموقف العربي والإسلامي كان واضحا أن القضية الفلسطينية ليست قضية ثانوية هي قضية رأسية بالرغم من انشغال العالم الإسلامي والعربي بالعديد من المشاكل ونعتقد أن غياب المسائلة التاريخية لهذا الكيان ولهذا النظام الاستعماري وعدم تعريفه في السياق القانوني أنه نظام استعماري هو جزء رئيسي من المشكلة اليوم نجب تعريف هذا النظام بحقيقته وفي سياقه الطبيعي ووضعه أمام هذه المسئوليات ومطالبة العالم أيضا تحمل هذه المسئوليات سعد السفير صحيح هناك تنديد واسع النطاق لهذه التصريحات والمواقف الإسرائيلية ليس فقط من العالمين العربي والإسلامي ولكن حتى على مستوى العالم كل الدول الغربية الأمم المتحدة إلى آخره ولكن السؤال يبقى دائما مطروحا الموقف الفلسطيني دائما هناك تهديد من الطرف الفلسطيني بأنه إذا قامت إسرائيل بكذا فنحن لن نبقى ملتزمين وإذا قامت بكذا سننسحبنا الاتفاقات ولكن هذا عمليا لم يحدث حتى الآن رغم كل هذه الانتهاكات الإسرائيلية متى برأيك؟ ما هي النقطة التي ينبغي أن تصل الأمور عندها حتى تقول السلطة الفلسطينية نحن نتخلى عن اتفاقات أسلو وكل التعحدات التي جاءت بها هذه الاتفاقات باختصار لو سمع حقيقة القيادة الفلسطينية لم تألو جهة على أكثر من صعيد بما في ذلك على الصعيد الدولي وأنا أعتقد أننا نواجه هذا النظام الاستعماري بكل قوة وبكل حزم على كافة الأصعدة بالنسبة لاتفاقيات أسلو نعتقد أن القرار تخذ هناك إجراءات وتعقدات على الأرض تخص المواطن الفلسطيني ومشاغل وحياة اليومية هي التي تقف عائق أمام إنهاء كافة هذه الاتفاقيات بشكل رئيسي ولكن نعتقد أنه لم يتبقى شيء من هذه الاتفاقيات في حقيقة الأمر على الوقع على الأرض إسرائيل نسفت هذه الاتفاقيات ولم يقب لها أي تأثير اليوم نحن نعمل في إطار المصلحة الفلسطينية وما هو يرسخ الوجود الفلسطيني ويرسخ صمود الشعب الفلسطيني وفي حال أن القيادة الفلسطينية ارتبطت أنه حتى وجود بعض الأطر التي من الممكن أن تفسر على أنها قبول في الوضع الحالي أعتقد ستقول إلى إنهاءها في أقرب فرصة العمل الفلسطيني يرتكز على عدة عناصر المواجهة الدولية المواجهة على الأرض وتثبيت الصمود الفلسطيني وهذا ما نعمل عليه ليلة نهار وسنواصل العمل عليه وبالآخر الشعب الفلسطيني موجود على أرضه لديه تمثيل وقيادة تمثل هذه الحقوق وهذه القواعد وسنواصل ذلك كان هناك احتلال كامل كان هناك بقاء لتشكيل الحالي أو الوضع الحالي أو لم يكن شكرا جزيلا لك سعادة السفير عمار حجازي مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للعلاقات متعددة الأطراف كان معنا مباشرة من رمالله موسيقى